كلام الفترة اللي فاتت عن مدير فني للمنتخب المصري او مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة يعني بيتجه على عدم تعيين مدير فني جديد للجبلية خلفا لنيلو بن جادا المدير الفني الاخير لاتحاد الكرة وهيتم بس اسناد بعض الامور للكابتن حازمام والكابتن محمد بركات فيما يخص المنتخبات وده اللي حاصل حاليا وهيبقى هم المسؤولين عن هذا الملف كامل ودون وجود مدير فني لاتحاد الكرة كلام كان على مدير فني اجناب الاتحاد الكرة وده اللي كان اعلن من قبله ولكن يبدو كده ان اتحاد الكرة صرف النظر عن هذه المهمة دي نقطة وان كنت يعني ما كنتش حقيق انا كنت عايزي بقى فيه مدير فني الاتحاد الكرة مدير فني الاتحاد الكرة دي لهم مهام كثيرة غير المنتخبات مهام كثيرة جدا في تطوير الكرة وتطوير فرق الناشئين في الاندية المصرية وتطوير المسابقات له كذا مهمة بيعملها مش بس إدارة المنتخبات أو الإشراف على المنتخبات أو متابعة المنتخبات